السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة فنون الزراعة بيكثير ناس يسألوني يا أبو صالح شنو سبب إصفرار ثمرة البرتقان وشنو سبب تشققها هذا نتيجة عدم انتظام الري يعني إذا كان بي عندك شجرة برتقان بحديقة المنزل وتسقيه يوم وتتركها عشرة أو تسقيه يوم وتتركها عشرين يوم هذا يسبب إصفرار للثمار وبعد فترة قصيرة إذا ما صلحت نظام الري وسقيت كل يوم أو يوم ايه ويومين لا رح تشقق الثمار ورح ينضرب عندك الموسم شجرة البرتقان تحب الري كثير تحب المي كثير يعني إذا تسقيه كل يوم ما تقول لك لا يفضل أنت تسقيها كل يوم أو كل يومين أو يوم ايه ويوم لا هذا أفضل نظام ري لشجرة البرتقان شايفين هاي البقعة الصفراء إذا كانت موجودة عندكم على الثمار أنا أنصحك تسقي شجرة البرتقان يوم ايه يوم لا لمدة عشرين يوم ورح تختفي هاي البقعة أما لو إنك استمرت بتعطيش شجرة البرتقان هاي البقعة بدها تكبر وبدها تشقق الثمار إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة فنون الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته